أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وكذا خطط وجهود جاذب الاستثمارات المحلية الأجنبية جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء حيث كشف مدبولي عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلة المستثمرين بحيث سيتم وضو حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزراء والجهات المعنية وذلك على المشروعات الاستثمارية والترخيص المختلفة وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات وتقدرات لتدعية الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وكذا توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصانع كما تطرق مدبولي خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية وذلك استعدادا لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ هذا وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء ترجمة نانسي قنقر